سنقرأ من 15 الشهر إلى بداية شهر 12 ديسمبر 2023 سنقرأ لأذكى الأبراج وأكثرهم إبداعاً وخصوصاً أنه يقوم بأعماله بطريقة رائعة جداً يتفوق فيها على الأبراج الآخرين أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جداً برج الجوزاء الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بسندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكم في الأحداث القادمة بإذن الله تعالى سينصب اهتماماتكم على الرفع من دخلك المادي ستنجح أنك تكسب بعض الفرص الرائعة جداً لمكاسب مالية ستدخل كتحسين على أمورك المالية بس من ناحية أخرى تزداد عليكم عباء الحياة من النفقات والمصاريف اليومية والشهرية ستحاول ضبط ميزانيتك والتقليل من العديد والنفقات والمصاريف لماء الهداعي من الأساس سيكثر من حولك الأشخاص اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد وسيحاولوا إعاقة تقدمك هؤلاء الأشخاص بحياتك كالثعبان كيف يعني كالثعبان؟ في ناس كثير بتحكي عن مصطلح الثعبان بس ما حدا فاهمه يا أصدقائي الشخص اللي هو كالثعبان اللي هو أمامك بتحسه أحسن الناس إليك وممكن تحسه كالملاك بس هذا الشخص باستنى تلف وجهك ما رح يتردد بغدرك وخيانتك ويستخدم أسرارك كأسهم ويرميك بها فزيح الغباش عن عيونك وأعرف صديقك من عدوك ولا تتردد أنك تنهي علاقتك بهذول الأشخاص بشكل نهائي هناك أمور قديمة تشغل بالك ومش قادر تأخذ فيها قرارات نهائية أنك تكمل فيها أو أنك تنهيها حاول أنك تستعين بأحد الأشخاص المقربين من حولك تطلب منه المساعدة كنصيحة وإن شاء الله ما رح يبخل عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الحبيب وخصوصا أنه أخلف معك بالوعود اللي أوعدك فيها هذا الموضوع رح يخليك أنك تعد التفكير في العلاقة من أول وجديد بس حاول أنك لا تأخذ قرار بشكل سريع جدا قبل ما تتأكد من الحبيب وشو في عنده أسباب هناك لقاء بينك وبينه بالأسبوع الثالث بتستغل هذا اللقاء وبتسأله عن كل هذه الأمور التي تدور في رأسك ولما يتحدث أنصط إليه جيدا سعيدها رح تتجاوب على العديد من الأسئلة التي تدور في رأسك وخصوصا أنك أنت من كلمة وحدة قادر أنك تعرف ماذا يدور برأس الشخص اللي أمامك تستكون نشيط جدا اجتماعيا وخصوصا تجارة الأقارب والأصدقاء تطلق العديد من الدعوات إلى مناسبات سعيدة مثل حفلات الزفار وعزومات الغداء ستكون بهذه المناسبات بقمة الجمال والأناقة لن تكون وحيدا بل سيلتفقوا الكثيرين حولك طالبين دعمك لهم أو منحهم الطاقة الإيجابية هناك أفكار ومشاريع كثيرة جدا تدور في رأسك لا تتردد أنك تحكيها للأشخاص اللي من حولك سينعجبوا بهذه الأفكار وهذه المشاريع ورح يتقربوا منك بهدف أن يكونوا معك الشركات ستعود بالنفع وبالدخل المادي الجيد كونوا أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة لأن هناك العديد من السفرات القصيرة بين المدن الحادث يا أصدقائي لسمح الله هو عبارة عن ثاني واحدة ممكن يسير وأنت في أفكار كثيرة تدور في رأسك بتسبب لك سرحان أو شردان في الدهن فكون أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة ذا كنت سيرا الأقدام أو بمراكبكم الخاصة ستنجح بإنهاء كل الخلافات والنقاشات بينك وبين الشريك وخصوصا المتزوجون استقوموا بأعمال مشتركة رائعة جدا تدفع بمصالح العائلة إلى الأمام وهناك تحديثات منزلية مثل ديكور المنزل وأثاث البيت وأشياء من هذا القبيل وسيقوم أحد الأولاد بإنجاز رائع جدا تفتخر به تتلقى اتصالات رائعة جدا وحماسية تزيدك إصرارا أنك أنت والشريك تدفع بمصالح العائلة إلى الأمام هناك علاقة قديمة وخصوصا المنفصلون ستظهر هذه العلاقة هذا الشخص يتوصل معك من أول وجديد فنبعث لك رسالة أو يرن عليك تلفون وهدفه أن يعيد الأمور إلى مجريها مثل ما مثل ما كانت في السابق ولكن يا صديقي أورج الجوزاء الأسى ما بنتسى هذا الشخص خيب آمالك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها اعلم يا صديقي يا بورج الجوزاء لما تكون أنت بعلاقة عاطفية فيها خيبة آمال أو فيها أنه هذا الشخص ما رح يوفى بالوعود اللي أوعدك فيها أنك تضيع الأهم أيام حياتك من ناحية من ناحية أخرى تضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها بالفترات القادمة لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أن أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم للتعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بيحالف الحظ هذه المرة وما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي هذه القراءة للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت سفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكو في الأحداث القادمة بإذن الله تعالى يبتسم لك الحظ في الأمور الدراسية ورح تبلي بلاء حسن وتحقق نتائج رائعة جدا تفتخر بها وتتلقى اتصالات رائعة من أفراد العائلة والأصدقاء وإن شاء الله دائما النجاح والتوفق سيكون حليفك كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله وقادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى